طيب يعني النهاردة الأطفال هل النهاردة اللي حديك هتقوله الكبار زي الأطفال ولا لأ أنا عايز أعرف بس في البداية كده طيب وحن رقم واحد خلناه الأول في الوقاية من البداية لازم الواحد يبتعد عن الشمس رقم اثنين يعني ما تعالش الشمس في الوقت الخطر رقم اثنين لازم يستعمل واقع شمس واقع الشمس ده مهم جدا وبيحمينا من حاجات كتل جدا طيب سامحني أنا بس عشان بجد في بعض الناس كده قالت بتقول حاجات مؤخرا وانت عارف ان كل شوية فيه دراسات جديدة سامحني ان انا هقولك كده لكن بعض الدراسات بتقول انه جديدة حديثة جدا انه واقع الشمس ده طالع خطر وفيه مواد بترولية خطر والكلام ده لا طبعا كلام ده خطأ تماما 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 واقع الشمس بيحمي من سرطان الجلد يعني نحن نسمع كلمة سرطان ده شيء مخيف جدا يعني مش خطر على الاطفال انه نستخدم سان بلوك وانا بقول لهم اهو نستعمل نفس بتاع الام مفيش قصة فرق مفيش فرق نهائيا بين بتاع الاطفال وبتاع الام من اول عمر ستة شهور دا انا بنصح الاسرة كلها تستعمل واحد بس تخلصه وتفتح واحد تاني عشان ما يتفتحش ويتسب لان احنا استعملنا فيه دايما بيكون ايه بيكون قليل الاسف الشديد بس يخلينا دايما نستعمل كمية كافية يعني عشان احمي جلدي بشكل كامل من كل الاخطار اللي هي زي لقدر الله سرطان الجلد زي التجعيد اكتشفوا ان في نوع من اشعة الشمس ده بيدخل بيكسر الكولوجين حتى تلاقي اكتر ناس عندهم تجعيد مين اهلين بقى اللي هم الفلاحين طول نهار في الشمح او اهلين العمال طول نهار في الشمس لا عندهم الخطوط مرسومة في الشم لان الشمس تكسرت عندهم الكولوجين المسؤولة عن نضالة البشرة دي نقطة مهمة جدا بشكل الناس عندهم امكانية ان هو يخط سان بلوك وده سؤال مهم جدا اكيد اي حد تفرج علينا هيقول بشكل حد ممكن يقدر ان يكون عندهم امكانية خصوصا طبعا مع زيادة الاسعار والاسعار غالية ودايما مرتبطة فكرة السان بلوك بالشواطئ لما الوحد يعني بتعرض لشمس الفترة طويلة طيب اللي يستلزم شغله انه يبقى موجود في مكان عمل يعني شرطة بيقعد فترة طويلة جدا تحت الشمس ممكن يعمل ايه؟ طيب رقم واحد يقلل الطعام رقم اتنين ممكن يلبس كاب ممكن يلبس امسك شمسية يلبس نضالة شمس على قد ما يقدر اي حاجة تحقيق من اشعار شمس المباشر اي حاجة تحقيق حماية فيزيائية يعني بيبنع وصول الشمس اليه على قد ما يقدر مش لازم نجيب البرندات الاجنبية خالص نهائيا يعني في حاجة كتير جدا كويس جدا واسعارها مناسبة جدا وعن تجربة وعن فعاليتها فاندي يعني بتقعد فترة وقت هو المفروض لو بيتكلم بشكل علمي المفروض يعني يتكرر كل ساعتين بس دايما بقولك ما لا يدرك كل يدرك كل يعني لو على الاقل خالص مرتين في اليوم مرة صبح ومرة وانا راجع من شغلي نحط كمية كافية بقبل الامكان حتى كمان ساعتنا قلت من شوية نوع مرتبط بالمصائف لا ده واقع الشمس يتحط حتى فين في الشتاء المشكلة مش المشكلة مش طبعا ده ساعتك الناس كتيرا بتقول حتى لو انت قايت في البيت بس فتح شبابيك تحب صبت ده دي مهم لان اسمه العلمي واقع الضوء الضوء اللي احدا قاعدين فيه ده ده واعتبر ضوء مؤذي للجلد فلازم نحط واقي الشمس من اول SPF 30 كفاية جدا مش لازم اجيب مية والارقام يعني بس بعيد على كلام حضرتك انه هو مش خطر على الاطفال عشان بعد كده الفيديوهات اللي بتطلع على مواقع التواصل اجتماعي انه بلايش سام بلاك للاطفال لا هو مش خطر على الاطفال بداية من 6 شهور فيه مع فوق من 6 شهور بالزبط ممكن يستخدم السام بلاك بتاع الام بتاع الام نفس